موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم أعزائي ما أجمل أن نستهل حديثنا في الكلام عن الإيمان والحديث عن الإيمان وأحاديث الإيمان وما أجمل أن نشارك معكم من كلمات الكتاب المقدس ما قيل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله أليس الخزافي سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء الكرامة وآخر الهوان فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك ولك يبين غنى على آنية رحمة قد سبق فعدها المجد شكرا لله الذي ينظر إلى أناس نظيرنا أواني الهوان ويحولها إلى أواني الكرامة وصلتنا أسئلة كثيرة ومن أول الأسئلة سؤال أيضا لازال المشاهدين يتسألون لماذا تتعرضون لمناقشة هذه المواضيع الحساسة لذلك تعريض بالإسلام ونبي الإسلام وتشجيح للمسلمين سؤال طبعا من حق المشاهد أن هو يسأل لأن طالما بيفكر فالأزم يسأل وطالما يسأل لا بد أن يجاب الحقيقة المواضيع بتاعت الحوارات عموما تصنع عند البعض شوية حساسية ليه؟ لأن جو الحوار الحر لسا الناس ما تعودتش عليه نعم فبيعتبروا أن أي تساؤل أي حوار أي كلام لا دي أهانا فأنت تريد أن تناقش حوار حر بلا قيود لا في قيود في قيود المنطقية قيود المنطقية شكرا قيود المنطقية قد الفهم لكن حر كده مطلق لا فيش حاجة اسمه حر مطلق لم نعتاد في العالم العربي أو الإسلامي على حرية الفكر أو التعبير حرية التعبير حرية التعبير يعني ممكن لوحد يفكر بينه وبين نفسه لكن يحسبها كده لك لا يخاف نعم لكن احنا طبعا في الحوارات دي بنتكلم بحرية لأن احنا ما لناش أهداف سيئة نعم احنا بننقش العقل العقل اللي بنحقل ويفكر وخصوصا احنا في القبن الحدي والعشرين نعم فممكن يارد إلي أسئلة ممكن أفكر في حاجة ممكن أحب أعرف إيجابتها نعم فإحنا هنا في الجلسة بنناقش الأمور نعم والمنقشة ما فيهاش أبدا أي نوع من أنواع الخطأ يعني فضل وبالمناسبة أحبقنا المسلمين بيتنقشوا بحرية في وسائل الإعلام في التلفزيونات في المجلات في كتب في جرايد بيكتبوا ضد المسيحية يعني يعني هل عملية أن المسلم لما ينتقد الإيمان بتاعنا والعقدة بتاعتنا اللي هي نحن نؤمن بلهوت المسيح متجسدا في الناسوت نعم فلما هم ينكروا هذا الوضع مش بيهنونا برضو وبتعنونا في مقدساتنا نعم طب إحنا بتتقبلها ليه بروح طيب نعم بعدين نقولوا لا إحنا بنؤمن إن كده ونفسر لهم ونوضع ما نفعلناش نعم ما مسكناش السيف وقالنا دي مقدسات نعم ما يصحش مش راخد بحقاتك نعم طيب إيش معنى يعني أنت يا حبيبي المسلم بتتكلم وبتعطب تحتاج على مقدساتنا نعم وإحنا ما بننفعلش طب ليه تنفعل أنت لما إحنا نتكلم في الأمور اللي أنت بتقدسها عشان نفهمها فأنت تريد بصراحة أن تنقل الحق الكتابي إلى الجميع ده صح دي جانب نعم والحاجة التانية أن أنا بتساءل عندي تساؤلات نعم أنا ما بقولش أن أنا عالم في الإسلاميات نعم أنا قارئ نعم ودارس نعم لأن طبعا طالما أنا رجل دين فلازم أدرس كل الأديان نعم وحوار الأديان بيفرض علينا أن إحنا ندرس الأديان نعم بس أنا ما بفترضش أن أنا عالم في الإسلاميات نعم فأنا بطرح تساؤلاتي نعم عشان خطر حد من الأحباء المسلمين العلماء والفقهاء نعم والأسدزة نعم يطلع علينا ويقول يا جماعة أنت أنا سمعت تعليق على الموضوع الفلاني الفلاني والحقيقة هي كده وكده وكده أو يعملوا معنا حوار في استوديو من الاستوديهات نعم يعني عشان خطر نقدر نوصل إلى الفهم أنه إحنا عندنا تساؤلات الكتب ما بتشبعناش لأنه ما بتوصلناش نعم إلا اللي إحنا بنقرأه فهل هو اللي إحنا بنقرأه ده هو الصح مهم ولا هم عندهم حاجة بيفهمه إحنا ما بنفهمهاش فبنترح حوارتنا عشان يعرفوا إيه اللي فينا ويجابوا عليها لكن إحنا مش بنطعم إحنا بنتساءل لأننا نحب نحب المسلم نعم بنحبه ما بنقدرش نجرحه مهم لكننا عايزين نفهم بنقول إحنا بنتساءل نعم فأنت تطرح أسئلة كثيرة وهذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة بالتأكيد نعم وننتظرها نعم وننتظر إجابة نعم تفضل هيا ديني الفكرة نعم ده أرد على سؤالك كده نعم ماذا تقول للأخ المسلم اللي يقول أنت تجرحني في كلامك أقول له أبدا إحنا بنتحاور وده أسلوب الحوار المفتوح الصريح نعم وإحنا بنحبك وإذا كان التساؤل هو جرح يبقى مش حنتساءل ولو ما تساءلناش إحنا بنغي لعقنا بنلغي العقل وإذا لغينا العقل نعم ما بناش بنقدمين نعم هناك قضية جوهرية وحساسة أيضا نريد أن نناقشها في هذه الحلقة عن من هو الرسول ما هي شخصية الرسول ما هي مؤهلات الرسول من هو الشخص الذي ينبغي أن يكون رسول إلى الله سبحانه وتعالى تفضل دي نقطة جوهرية أنت دخلت في لب الموضوع كده نعم نعم عموما الرسول أي رسول نعم هو إنسان له علاقة شخصية خاصة نعم علاقة حبية مقدسة مع الله نعم شبعان بربنا نعم 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 لكي تكون لكم شركة معنا أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح يعني إذا الإنسان وصل إلى متع مع ربنا استؤمن من قبل الله على أنه هو يوصل رسالة حب وخلاص إلى الناس نعم عشان يتمتعوا بالخلاص وعشان يعيشوا في هذه الشركة الحبية نعم والعلاقة المقدسة نعم مع الله هل الله يؤيد النبي بشيء معين بالتأكيد نعم الله لازم يؤيد النبي يؤيده بالروح القدس نعم الروح القدس مش مجرد ملك حسنا فهمنا الروح القدس هو روح الله نعم لأن الله روح لماذا الله يعطي النبي روح القدس عشان يؤيده بروحه لأن الإنسان بطبعه نعم أو بوضعه بطبيعته ضعيف نعم عن أنه هو يقوم بأعمال العظيمة نعم لكن لما بيسلم نفسه ربنا وربنا يؤيده بالروح القدس فبيستطيع أنه هو يوصل الكلمة إلى القلوب نعم لأنه ممكن الكلمة توصل للزهن وتترفض نعم لكن عشان توصل للقلب لأنه مقدسه من الله وقوة من روح الله ويدي كمان معنا في معجزات في نبوات نعم في حياة الرسول والهدف هو أن يبعد أن يساعد الناس أن يبعدوا عن الخطيئة نعم ده أهم رسالة بيقوم بها نعم أهم رسالة نعم رسالة الرسول هو أن يدعو إلى خلاص النفس من الخطيئة من سلطان إبليس نعم ومن النجاسة العالم فبيرفع الإنسان من وحدة الهلاك نعم وطين الحمأة نعم ليتمتع بحياة نظيفة فاضلة مقدسة مع رب بلك نعم أمين إذن الرسول كما قلت هو إنسان له علاقة مقدسة مع الله والله يستأمنه على هذه الرسالة المقدسة الإلهية التي ينبغي أن يبلغها للناس والمهمة الرسول أن يرشد الناس إلى خلاص من الخطيئة ومن سلطان إبليس نعم كيما يصبح لهم علاقة مقدسة حبية مع الله سبحانه وتعالى شكرا ومش كده بس وكي تصير لهم أيضا حياة أبدية مع الله حياة فاضلة وحياة أفضل نعم يعني الحياة الباقية والدائمة مع ربنا اللي هو لازم الإنسان يفكر فيها ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه نعم وفقد الأبدية نعم هذه الحدة مهمة موضوع الحياة الأبدية في الواقع يعني شائق لكثير من الناس فهل لك أن تلقي تكلمنا من المزيد عن هذا الأمر ولو تكلمنا عن الأبدية بتوسع حيطلعنا من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فهل أطلع نحن نرجعه شوية لما يجي موقعه عشان خاطر ما نتلعش من موضوع لموضوع نعم فخلينا مركزين في عمل الرسول صفات الرسول شروط الرسول كده يعني عشان خاطر ما نتشتتش بس في الكهن أنا آسف يعني معلش معلش لنا كمالة السؤال الذي يلي هو ما هو عمل الرسول ما هي رسالة الرسول احنا اتكلمنا أن رسالة الرسول هي الخلاص نعم وفينا نقطة دي تيالي تمام يعني نعم أعمل أنه يخلص الناس يجيبهم من القطية ويمتحهم بالحياة والشركة مع ربنا يخلصهم بكلامه الشخصي لا اتهاداته الشخصية هو بيحمل رسالة من الله نعم ولما يحمل رسالة من الله بيحققها لكن ما هيش رسالته مش عامله وده يمكن ينقلنا إلى صفات الرسول الرسول هو إنسان مش عايش لنفسه نعم إنسان عايش في إله لأن ذاب المحبوب ذاب المحب في المحبوب نعم فلما ذاب فيه فبيعيش لأهدافه مع المسيح صلوبت فأحي لا أنا بل المسيح يا حيافة نعم فالإنسان بيعيش في أهداف ربنا نعم وبيحقق قصد الله نعم فإذا لازم اللي هو رسول فعلا نعم إنسان لا يعيش لذاته إنسان يعيش لأهداف الله نعم إنسان يعيش لأهداف الله نعم الذي يعيش لصاحب الرسالة نعم أنه ينبغي أن أعمل أعمال نعم وأيضا أن لا يعيش لأهدافه الشخصية بل لتحقيق هدف الله نعم وأيضا أنه يكون قدوة حسنة في الطهارة والقداسة كما تفضلت نعم السؤال هل وهذا سؤال حساس في الواقع هل تنطبق هذه المعايير على نبي الإسلام آه ده سؤال حساس نعم يعني كده ممكن المشاهد اللي يسمع يقول لك لا يعني كده تعدين الخطوط الحمر نعم ومن حقه أنه هو يفكر مثل هذا الفكري ما بنحجرش على فكري الإنسان نعم لكن بنحاول أنه ننقش الأمور بمنطق نعم وعشان كده قبل ما أرد على هذا السؤال عايز أقول أفكر الشاهد المشاهد بالكلام اللي كنا قلناه في حلقة قبل كده كلام الداعية الإسلامي الشيخ عبد المعز عبد السطار في مؤتمر بالأزر وظهر في الجرائد وأعطى اقتراحا جميلا وهو وجوب محاكمة نصوص الكتب كلمة قوية محاكمة محاكمة أنا أنا ما أفضل هاش أنا قوية فعلا أنا ما أفضل هاش لأن مين إحنا هحاكم كتب ربي إحنا مثلا أنا أنا قيم نشوف إيه اللي فيها كويس وإيه اللي فيها كده يعني اللي يفدنا وزي يفدنا وكده نعم فلكن أنا بقول للمشاهد إن فيه واحد مش أسيس لكن شيخ وداعية نعم قال كلاما كبيرا نعم أنا نفسي بتحفظ إن أنا أقوله نعم وأوضيف على كده كلام الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ نعم تعلم حضرتك إن أخذت أستاذة الدراسات الإسلامية والقرآنية العليا نعم بالجامعة في المغرب جامعة القرويين كتبت كتب كتير من ضمنها كتاب نساء النبي فقالت في صفحة حلوة لازم ننتبه ليه يعني نعم قبل ما أجاوب بتقول إيه إن طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة لا تقره أمانة البحث يبخش لحياة الخاصة ما تغطيش ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشري الرسول شو بقى النتيجة الخطيرة اللي بتصل لها هو قال ما أنا إلا بشر مثلكم آه نعم فهي بتقول فلم يعد يحل المسلم أن يضرب الصفحة عن ذكرها حياة القصة وتسترسل في الكلام تقول إنني من كل ما أنا ولد من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث إذن ده ضوء أخضر إن احنا نعرض حياة لضوء البحث طالما ما فيهاش حاجة تتحرج منها وهي كتبت الكتاب النبي محمد مع النساء إذن بعد هذا الكلام اللي أنا قلته لا يتهمنا المشاهد العزيز إن احنا بنتطاول على الإسلام أو بنحقر من طبيعة أو شخصية نبي الإسلام ولكننا نطرح حوار ومستعدين حوار مقابل يقول يا جماعة أنتوا في الحلقة الفلانية قلتوا كده وكده ويا جماعة خلينا كده نتفاهم الكلام ده مش صح علشان خاطر كذا وكذا وكذا كلام منطقي لازم يكون مفهوم وسليم فأنت لديك تساؤلات في ذهنك تسألها للمشاهدين نتيجة القراءات في الأديان ومش بس أقولها المشاهدين أنا أصدي كمانا وصل صوتي للمخصين علشان خاطر يفسروا لي ويضحوا لي ويمكن من اللي بيشوفه الكلام ده باير في أزانهم برضو بيتسألوا عليه بس مش قادرين يعبروا فأنا بأعبر بلسانهم وبننتظر من المختصين الأفاضل نعم نعم طبعا بتكلم مش من باب محاكمة القرآن ولا محاكمة الرسول ولا تعريت أخبار الرسول ولا أي حتى زي عيشة عبد الرحمن لكن هي مجرد تساؤلات في الزهن وحوارات نعم بنطرح فأنت كباحة في الأديان تريد أن تحصل لأجابة لأفكار تدور في خاطرك وفي خاطر كثيرين من الناس بالتأكيد نعم نحن متفقين إلى غاية الآن وننتقل إلى السؤال فهل تتفضل أن تدكر لنا بصراحة عن انطباق المعايير التي ذكرتها على نبي الإسلام وبالتحديد لنبدأ بالتحديد من هو الرسول أيضا طبعا بنخش بقى في منطقة الشائكة لكن أنا بتكلم نقلا عن كتب أريت نعم في الإسلاميات يعني كتب إسلامية نعم بتتكلم عن حياة الرسول الخاصة زي عيش عبد الرحمن وحديث والسيرة النبوية وهكذا يعني والتفسير وحاجات كتير الشرط الأول يعني أن الإنسان بتكون لها علاقة حبية بين الإنسان وبين الله أنا لقيتها بصراحة يعني مفقومة في كل التراث الإسلامي علاقة الإنسان بالله في الإسلامي هي علاقة فرائض وواجبات بيؤدي الفريضة فريضة الحج فريضة الصلاة فريضة 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 نعم الفرائض الخامس بتاعت الصلاة خمس صلاوات فرائض المفهوم أن الإنسان بيعيش حياة قصة حب مع ربنا المفهوم ده أعتقد أنه بحسب قراءاتي وما توصلت ليه ربما حد من العباء الأفاضل يقولولي لا ده أنت مقردش الكتاب الفلاني وفيه كده أخي بها حتى نعم فأنا بطرح الموضوع أنها دراساتي لحد النهاردة حوالي أربع وخمسين سنة بدرس حوار أديان ومقارنة أديان وإسلامية مسيحية مش أديان عامة يعني أربع وخمسين سنة دراسة إلى مفهوم العلاقة الحبية بين الإنسان وبين الله ده أنا أذكر توفيق الحكيم في أواخر أيامه كتب في الأهرام مقالات أكتب أو خسخر قلمي لشيء إلا للحديث عن الله نعم فكتب كده مقالات تحت عنوان مناجاه مع الله جميل فبيقول قلت لله كذا كذا وقال الله ليه كذا كذا والحب 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 فهاجوا عليه قاله ده كافر لذلك ليه هو رسول قاله لو أنت الرسول بيوحى إليك قال لك الله وإيه علاقة الحب دي عندنا فرائد فأنت تقول أن علاقة الإنسان علاقة محبة محبة لكن في الإسلام اللي أنا بشكرا عبوديا عبد عبد لله لكن عندنا في المسيحية لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء كل الذين قبروا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه علاقة حب رقي سمو قيمة إنسان عشان تقول أن يكون أولاد الله للعقل البشري صعب صعب مش أبناء الفكرة والمشكلة اللي عند الأحباء المسلمين نعم إن إنما تقول الله وأبناء يقول لك الله وربنا بيتجاوز يخلف استغفر الله العظيم وعبد كل زب استغفر الله العظيم يكون زب وربنا بيتجاوز يخلف يا عم دية بلاغه دي كناية عن الحب بين الأب وبين الأب كناية عن المحبة والابن بابيه وكل أب يحب ابنه وكل ابن بيحب أبوه المفروض أنها تكون علاقة مع الله الأب يعني كخالق حتى أبونا كخالق يعني نعم فأنت ذكرت أنه أنت لاحظت أن في الإسلام كلها تركز على الفرائد الدينية التي يقوم فيها الإنسان نعم لنا سؤال آخر ماذا بخصوص معيار رسالة الرسول نفسها أي برضو دي من الأمور الشائكة بصراحة يعني لأن رسالة الرسول زي ما قلنا في البداية أنه بيحمل كلام الله للبشر لخلاصهم نعم عايز يوري طريق الخلاص يوري طريق الحياة لأن الإنسان محكوم عليه بالموت منذ أن أخطأ اهبط منها جميعا بعضكم لبعض العدو في طرد في حكم إذن طريق العودة هو ده رسالة النبي الخلاص ما هو الخلاص العودة إلى الله العودة إلى الشركة مع الله النجاح من الهلاك النجاح من العقوبة النجاح من المصير الأبدي التمتع بنعمة الله بحب الله بأحضان الله ويرجع آدم إلى الفكرة مرة أخرى فالحاصل أن لما شفت من قراءاتي والله أعلم اللي شفت من قراءاتي أن ما فيش هدف خلاص النفس في القرآن ولا فيه رسول الإسلام لكن كان عنده هدف أسمى بيسعى إلى تحقيقه بحسب الكتب اللي نقرت يختلف عما ذكرت تكوين أمور ودولة هاجمية وإمكانة أمورية إسلامية وقد كان له فحقق الهدف نعم حقق الهدف لكن هدف كان له تكلفة تكلفة أرواح أرواح سشدت يعني واخد بالك فيعني النبي بيبذل نفسه لكن رأت أنه هو بزل الناس عشان يتكون الإمبراطورية الإسلامية ربما كان يعني حسب تصوري يعني أنه كان عايز يعمل المدينة الفاضلة بتاعة أفلاطون فلما تتكون الإمبراطورية الإسلامية الناس حيبقوا كويسين جايز والله أعلم نعم لترى ماذا عن الشهوات الجسدية المفهول بأن رسالة الرسول أنه يرتقي بشهوات البشر نعم بمستوى البشر عن الخطيئة والجنس لكن أنا شايف لأنه شايف برضو من دراساتي والله أعلم نعم شايف أن كان النبي محمد مدين بحبوحة كده يعني الكلمة الزواج بدل كلمة زواج مسنى وثلاث وربع وما ملكت أيمانكم بلا حدود فكلها بحبوحة يعني بدل ما يعادل الإنسان ويسمو بغرائزه لكن ده بيشبع الغريزة لكن جناب القمص الآية تقول على أن تعدلوا ولن تعدلوا أهي ولد يوس يعني غير واحد يعني طب إيه رأي حضرتك أن نساء الرسول ثرنا على الرسول وبعتوله فاطمة بنته قالت له أن النساء بيقولوا خليك عادل وياه لأنه لقوهم بتقعد عند عيشة بيقعد عند عيشة أكتر منه فما استجبش له فراح وكلمته فلم يستجب له يبقى أنه الرسول ما كان شي عادل لكن هل اكتفى بوحده معه كلام حلو لكن التنفيذ والتطبيق هو ده المهم أنا بقول أن الموارد شائكة شائكة وأنا مش عايز أخرم في الحتة دي فما تدخلنيش في الحتة دي من فضلك خلينا نتكلم للمشاهد كلام حب سليم لطيف كده عشان خطر ما ينجرحش أحسيس فيها نعم أنت موزيع خطير يعني فضل فضل ماذا عن زواج المتعة تكملة القصة يعني أنا أقول إيه يعني أنا مش عايز أحرك حد يعني يعني زواج المتعة يعني منين ما يروح يتمتع مع إنسانة ويدفع لها أجرتة يعطيهم يعني يستمتعوا بهن ويعطيهم أجورهن وخلاص وفي أيام الرسول كان وفي أيام أبو بكر كان وفي أوائل أيام عمر كان يبطلها بس الشيعة ما بطلوش لأنهم لدينا فقد أدركنا الوقت شكرا ولنا لقاء آخر آمين أعزائي المشاهدين شكرا لكم أن سمحتنا مرة أخرى أن نأتي ونزوركم من عبر الشاشة الصلاة ولنا كمالة لهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله لكن شكرا لله الذي يعطينا النعمة أن نستطيع أن نتكلم بالحق هدف هذا البرنامج تسألة عن الإيمان أن نتكلم عن الإيمان الحقيقي أين هو الإيمان الحقيقي ما هو الإيمان الحقيقي ما هي الطريق إلى الله هل يعقل كثيرا أنا كنت أتسألها أيضا هل يعقل أن الله دين أول ودين ثاني ودين ثالث ودين آخر وثم يغير في هذا الدين والدين الثاني يغير في دين معين تساؤلات نتركها لنا ونرحب بجميع أسئلتكم إن أردتم الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس يسرنا أن نرسلها لكم العناوين على الشاشة عناوين مواقع الإنترنت وكيف تتصال بالأب جهاب القرنص زكريا بوتروس وأيضا كيف تتصلين بنا شكرا ونترككم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة